السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة مراجعتي التعليم التدائي. يوم عندنا الدرس رقم ثلاثين. المسافة على التصميم. لنفهم ونطبق. عندنا التصميم يمثل حديقة يعني هذا التصميم. التصميم يمثل حديقة مستطيلة شكل رسمت بسلم واحد على مائتي. اقيسوا بعدي الحديقة بالمسطرة. عندنا هات سميم فهو عبارة عن حديقة مستطيلة شكل. اذا غنشوفو طول ديالها بسنتيمتر. قد نستعنو بالمسطرة. ادنا ناية الطول. ادنا هو ستة سنتيمتر. قد نشوفو العرض ادنا ناية ادنا العرض تقريبا ربعة سنتيمتر. ادنا الكسر واحد على المائتين فهو يعني كم يمثلينا ان واحد سنتيمتر واحد سنتيمتر على التصميم يمثل مائتان سنتيمتر في الحقيقة يعني القياس اللي لقاينا هنا يا مثلا في العرض لقاينا ربعة سنتيمتر في التصميم فالحقيقة غنغنديرو ربعة في مئتان سنتيمتر. وكذلك الطول قدنا ستة سنتيمتر في التصميم. وفي الحقيقة هدي خرج لنا ستة في مئتان سنتيمتر. قدنا احسبو الوعدين الحقيقيين بالمتر. بغير نحسبو الطول الحقيقي. قدنا عدنا الطول على التصميم هو ستة سنتيمتر. وعدنا في آآ السلم هو في الكسر عدنا هنا يا واحد سنتيمتر كتمثلينا مئتان سنتيمتر هنا عدنا ستة سنتيمتر إذن نغنديره ستة في مئتان كتساوي يا الف ومئتان سنتيمتر الف ومئتان سنتيمتر كتساوي إلى ستة عنا بجدول دي الأطوال هنا عدنا ألف ومئتان سنتيمتر ألف ومئتان سنتيمتر لابدنا نحول المتر لابدنا نتبع هنا الفاصيلة لابدنا هي تناشر متر إذن البعد الطول الحقيقي فهو تناشر متر إذن غدنا نكتب هنا يا تناشر متر الآن نتبع نفس المراحل باش نحصله على العرض الحقيقي لابدنا العرض على التصميم هو ربعة سنتيمتر إذن غد نكتب هنا يا العرض الحقيقي لابدنا هي غنديره ربعة اللي هو العرض على التصميم في مئتان سنتيمتر كتساوي هي هي تمانمئة سنتيمتر كتساوي هي تمانية متر إذن العرض الحقيقي هو تمانية متر إذن من بعد ما حصلنا على الطول الحقيقي والعرض الحقيقي غد نحسبوه محيط ومساحة الحديقة إذن غد نحسبوه أولا المحيط بما أن الحديقة على شكل مستطيل فأدنا اللي هو المحيط كتساوي طول زائد العرض اللي هو بناشر اتناشر متر زائد تمانية متر في اتنان كتساوي قد نحن زائد اتنان كتساوي عشرين وعشرين في اتنان كتساوي ربعين اللي هي ربعين متر ده المحيط الحديقة هو ربعين متر غنحسبو كذلك المساحة المساحة أدناي S كتساوي طول في العرض إذن غنكتلو 12 اللي هي الطول في 8 اللي هي العرض كتساوي هي 96 متر مربع إذن الموحيد كتساوي 40 متر ومساحة الحديقة كتساوي 96 متر مربع إذن فهذا النشاط فهنا تعرفنا على سلم أو سلم التصميم اللي هو 1 على 200 لك يعني أنه 1 سنتيمتر على التصميم فهي كتساوي 200 سنتيمتر في الحقيقة لإستعنا به باش حصلنا على الطول الحقيقي وكذلك العرض الحقيقي اللي يمكنونا من حساب الموحيد والمساحة الحقيقية للحديقة لقدوزو التمارين الأول عدنا التمارين الأول كيقول طوله دمية كبيرة جوز سنتيمتر على التصميم جوز سنتيمتر بسلم 1 على 100 1 على 100 تعني أنه 1 سنتيمتر على التصميم كيساوي 100 سنتيمتر في الحقيقة ما طولها الحقيقي بالمتر نحصله على الطول الحقيقي فهنا نضع اثنان سنتيمتر في مئتان لغاية تطعنا هي اثنان في مئات سنتيمتر تطعنا هي مئتان سنتيمتر مئتان سنتيمتر اللي حولناها المتر تطعنا هي اثنان متر لأن الجواب هو اثنان متر عدنا التمرين رقم اثنان رسمت فاطمة سريرها بسلم 1 على 50 يعني أحسب يعني 1 سنتيمتر على التصميم فهكا تساوي 50 سنتيمتر في الحقيقة أحسب البعدين الحقيقيين بالمتر في دفتري ثم أكمل ملأ الجدول عدنا سلم التصميم اللي هو 1 على 50 اللي كي ساوي لنا 1 سنتيمتر على التصميم كي ساوي و 50 سنتيمتر في الحقيقة هدنا هنا هي طول السري ربعة سنتيمتر ربعة سنتيمتر ذن لو بغلين نحسبو طول حقيقي فهنا كي ساوي ربعة في خمسين لكي تساوي لي هي هي مئتان سنتيمتر مئتان سنتيمتر لي كي تساوي لي حولنا مئتان سنتيمتر للمتر غيرتنا هي اتنان متر ادن طول السرير فهو اتنان متر ادن العرض على التصميم كي تساوي هو اتنان سنتيمتر لو بغلين نحسبو العرض الحقيقي فغلان نتبعو نفس الطريقة ادن غنديرو اتنان في خمسون سنتيمتر اللي كتساوي هي مئة مئة سنتيمتر مئة سنتيمتر اللي هي كتساوي واحد متر ادن العرض الحقيقي كي تساوي لنا واحد متر ندوزو لإكزيغسيس نيمو تخوة تمرين رقم ثلاثة عدنا الانجينيور الالابوري تصمم واحد تصميم ملعب ديال ملعب ديال كرة القدم الاشيال بالاعتماد على السلم ديال واحد الى الف جو كالكول لديمونسيون ريال ديال نحسبو الابعاد الحقيقية ديال الملعب الاعتماد على الاشيال واحد الى الف بالنسبة اللي هو الطول دان ال كتساوي دنا هنا مسافة على التصويم اللي هي احد عشر سنتيمتر غدي نضربوها في الف سنتيمتر اللي عندي هي دان هي دان ندير احداش في الف اللي غير سنتيمتر كتساوي قد نستعنو بجدول قياس الاطوال عدنا احداشر الف سنتيمتر لن دانها سفر سفر لنها السفر وعدنا هنا احداشر الف سنتيمتر اللي بنحول المتر هتنا هي مئة وعشرة امتار يعني مئة وعشرة المتر دان نكتبو نها مئة وعشرة متر دان هيا للا غجوغ دان المينسكول كتساوي نشوف هنا طول على التصميم العرض على التصميم اللي هو سبعة سنتيمتر هنضربوها كذلك الف هتنا هي سبعة الاف سنتيمتر كتساوي دان سبعة الاف سنتيمتر سبعة الاف سنتيمتر لو نحولوها المتر هتنا هي سبعين متر ادان الارغ جوغ كتساوي ايقال سبعين متر نسمى الاهم حاجة شفنا اليوم اللي هي سلم التصميم يعني سن كنوك نعرف نقرأ القيام ديالو دان انا واحد على مئة دان اعنا الفوق البسط فكادنا تكون قياس على التصميم يعني كتبت يمتلين واحد سنتيمتر على التصميم والمقام في كوية كي يمتلين المسافة الحقيقة دان واحد سنتيمتر على التصميم كي يسوينا مئة سنتيمتر في الحقيقة وهذا هو يعني سلم التصميم لي عدنا هنا البسط وعدنا المقام احنا اللي كان بغلو نحصلو على البعد الحقيقي احنا كنضربو البعد على التصميم في هنه نضربو البعد على التصميم في لاني المقام ديال السلم التصميم تنمرو الثمانين الموالي الثمانين الرقم الرابعة وضع كريم تصميما لسيارة والدي بسلم واحد على خمسين أحسب البعدين الحقيقيين للسيارة بالمتر في دفتري ثم أكمل ملء الجدول إذن الأبعاد على تصميم ديال السيارة الثمانين الثمانين الأبعاد على تصميم ديال السيارة طولها تساوي ثمانية سنتيمتر والعرض ثلاثة سنتيمتر وعدنا سلم تصميم اللي هو واحد على خمسين يعني واحد سنتيمتر على تصميم تساوي خمسين سنتيمتر على الحقيقة لأن البعد المصغر بالسنتيمتر لعدنا الطول تساوي ثمانية سنتيمتر والارتفاع عفوا الارتفاع مشي العرض لعدنا الارتفاع وهو تساوي ثلاثة سنتيمتر إذن غدي نستعنو بالبعدين لحساب البعد الحقيقي بالنسبة للطول فعدنا هنا يا لعدنا سلم تصميم اللي هو واحد على خمسين وعدنا الطول كي تساوي تمانية سنتيمتر لعدنا هنا يا واحد سنتيمتر فهو كي تساوي خمسين سنتيمتر الحقيقة لعدنا هنا يا تمانية سنتيمتر كتساوي لنهنديرو تمانية في خمسين سنتيمتر كتساوي تمانية في خمسة يا ربعين لنهنديرو كتساوي يا ربعمية سنتيمتر كتساوي اللي هي أربعة متر يدان فالطول الحقيقي هو أربعة متر نستعمل نفس الطريقة بالنسبة للارتفاع ارتفاع فكي تساوي ثلاثة سنتيمتر ندير ثلاثة في خمسين سنتيمتر لكي تساوي هي مئة وخمسون سنتيمتر إلا حولناها المتر أعطينا هي واحد فاصل خمسة متر إذن الارتفاع كي تساوي لنا واحد فاصل خمسة متر نمرو التمارين الموالي الثلاثة تمارين لقم خمسة أتسميم يمثل منزلا مربع الشكل روسي ما بيسلم واحد على مئتان أحسبو الضلع الحقيقي للمنزل بالمتر إذنان الضلع طول الضلع عون على التصميم عدنا هو ستة سنتيمتر إذن غادي نستعنوا بسلم التصميم إذن غادي نديروا ستة في مئتان سنتيمتر اللي كتساوي هي ألف ومئتان سنتيمتر اللي كتساوي اللي كتساوي لنا ناشر متر إذنى المحيط الحقيقي للمنزل إذنى بي اللي كتساوي يلغي نستعنوا بطول الحقيقي طول الضلع الحقيقي اللي هو ناشر ناشر متر هل نضربها في أربعة كتساوي كتساوي تمانية وربعين متر الآن السؤال الموالي هل يمكن حساب الأبعاد الحقيقية لكل من المكتب والسرير لا لا يمكن لماذا؟ لأننا لا نتوفر على البعد على أبعاد ديالهم على التصميم أو لأن الأبعاد المصغرة أبعاد المصغرة غير متوفرة نحسبوا الأبعاد الحقيقية لأننا بعدناش البعد المصغر لكل من المكتب والسرير لدينا التمانين الموالي تمانين ناقيم 6 وضع مهندس معماري أرشيتكت تصميما لناطحة سحاب بسلم واحد على ألف يعني واحد سنتيمتر على التصميم فهو كيساوي لنا أو واحد سنتيمتر على التصميم كيساوي لنا ألف سنتيمتر في الحقيقة انجزوا العمليات في دفتري ثم أكملوا الجدول التالي دعنا بالنسبة للجدول أدناء البعد المصغر اثنى أربعة سنتيمتر رابعين نحسبوا البعد الحقيقي فهنا غنستعنوا بالمقام ديل السلم على تصميم اللي هو ألف إذن بالنسبة للطول غنديروا أربعة سنتيمتر في ألف سنتيمتر إذن البعد الحقيقي للطول اللي هو أربعين متر وعدنا هنا يا البعد الحقيقي للعرض لنا ثلاثين متر إذن إذن ثلاثين متر خصنا نحولوها للسنتيمتر اللي كتساوي هي ثلاثين ألف أو تلتة ألاف أفوان تلتة ألاف سنتيمتر وغد نقسموها على ألف تلتة ألاف وغد نقسموها على ألف وهذه طنية ثلاثة سنتيمتر إذن البعد المستغر للعرض اللي هو ثلاثة سنتيمتر لدينا الارتفاع تسعود سنتيمتر إذن هلنستعملوا مقام دي السلم اللي هو ألف إذن هندير تسعود في ألف سنتيمتر اللي عندنا هو طنية تسعة ألاف تسعة ألاف سنتيمتر اللي كتساوي لنا تسعين متر إذن الارتفاع فهو كتساوي لنا تسعين متر بالنسبة للطول والارتفاع كانك عدنا البعد المستغر فحصلنا على البعد الحقيقي فضربنا في المقام دي السلم التصميم وبالنسبة للعرض كان عدنا البعد الحقيقي باش حصلنا على البعد المستغر فاحنا حولنا البعد الحقيقي للسنتيمتر وقسمنا على المقام دي السلم التصميم عدنا تمانين الرقم سبعة تبلغ المسابة بين سيدين عروف ووسط مدينة الدار البيضاء تمانية تمانية سنتيمتر على تصميم بسلم واحد على مئة ألف يعني واحد سنتيمتر كتساوي لنا مئة ألف سنتيمتر اللي هو واحد كيلومتر أحسبو المسافة الحقيقية بالكيلومتر غنحسبو المسافة الحقيقية فهنا نستعنه بالمقام دي السلم التصميم عدنا البعد المستغر اللي هو تمانية سنتيمتر إذن غندير تمانية غنضربوها في المقام دي السلم التصميم اللي هو مئة ألف كتسعنا هي تمان ومئة ألف سنتيمتر كتساوي لسا عنا بالجدول عدنا تمان ومئة ألف سنتيمتر فهي كتساوي لنا تمانية كيلومتر دي نكتبونا هي تمانية كيلومتر دي المسافة الحقيقية هي تمانية كيلومتر تمانية كيلومتر مسافة الحقيقية هي تمانية كيلومتر عندنا السؤال الموالي يتنقل والد مريم على دراجته بـ 8 كيلومتر في الساعة أي كيقطع 8 كيلومتر في الساعة واحدة هل يستطيع قطع هذه المسافة في ساعة واحدة؟ هذا نعم لأن 8 8 كيلومتر لقسمناها على 8 لأنها هي ساعة واحدة يعني 1 ساعة هذا الجواب هو نعم لأن نعم لقسمنا على 8 أعطينا هي ساعة واحدة مروا للتمرين الأخير لأن أراد أحمد وضع إطار خشبي لهذا المنظر الجميل إذا تطلب شراءه ما يلزم 75 درهم للمتر الواحد فما كلفت هذا الإطار ولونه بطاقات البطاقات التي يجيب علينا أو بطاقات ما يجيب علينا حسابه لاحظنا هنا في الشكل ديال المنظر فهو عبارة عن مربع إذن قد سنعرفو طول الضلع ونحسبو المحيط ديال الشكل اللي هو محيط المربع وكذلك قد نحسبو شكل وفا ديال المحيط يعني الإجمالي إذن قد يلونو الضلع الحقيقي والمحيط الحقيقي وكذلك الكلفة قد نحسبو أولا طول الضلع الحقيقي إذن هنا يسول المتصميم اللي هو واحد على عشرين اللي واحد سنتيمتر فكتساوي عشرين سنتيمتر في الحقيقة إذن هنا يسول طول الضلع المستغر اللي هو خمسة سنتيمتر إذن غنديرو خمسة غدي نضربوها في عشرين اللي كتساوي لنا هي مئة مئة سنتيمتر اللي كتساوي لنا هي واحد واحد متر ودي نحسبو المحيط اللي هو بي كتساوي واحد في أربعة واحد متر في أربعة اللي كتساوي هي أربعة متر وكذلك نحسبو الكلفة عندنا واحد متر فالكلفة ديالو خمسة وسبعين درهم إذن عندنا هنا ربعة متر إذن غنديرو ربعة في خمسة وسبعين درهم كتساوي كتساوينا كلتميات درهم دين كلفة فهي كتساوينا ثلاثمية درهم فهنا حسبنا طول الدلع اللي خزينا واحد متر والمحيط هو طول الدلع في أربعة اربعة متر وحسبنا الكلفة اللي خزينا كتساوي ثلاثمية درهم إذن هذا هو التمرين الأخير المتعلق بدرس المسافة على التصميم إذن الحسة دي اليوم غدا تكون سألات نتلقى في حسة أخرى إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر